اهلا فيكم حبايبي برج الجدي في قناتي اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا ثقة للعكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في في الفيديو اشي رسالة او اشي معين مسيج معين انت بتحس انك ممكن تنربط فيه او بتحس انه بيوجه طاقتك صح فانت خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لالك وترك الباقي رح نشوف طاقتك وطاقت الشريك وبعدان خطواتكم في المستقبل وشو ما صير العلاقة او شو ممكن يصير بينكم في المستقبل قبل ما نبلش القراءة رح نسحب فقط كروت للتوضيح اوكي رح نبرلش بطاقتك انت يا برج الجدي ورح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه اا بالوقت الحالي برج الجدي عم تحس انك اا مربوط باشي معين مربوط بشخص معين اا مربوط بطاقة معينة طاقة انت مش مش مرتاح لالها او يعني مش مش ايجابية انت عم تحس انك مربوط باشي معين ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص او النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها انت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي ممكن من الناحية المادية فيه طرف منكم او انت اا اا عم تركز اكتر على الناحية المادية من هالشخص ممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص لانه فيه شخص رافض عرض حب من نوع ما وممكن يكون انت اللي رافض ايضا عرض الحب من هالشخص فيه عندك اا بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها او فيه عندك شخص جديد اا بحياتك حاليا ولكن عم شوفك انت رافض اا عرض معين منه او رافض اا للبعض منكم اذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبين هالشخص فيه اا من الناحية العاطفية برج الجدي او طاقتك كتير اا مسكرة او يعني مش منغلق منغلق على نفسك طيب بنا نشوف طاقة الشريك او شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك اا الشريك بيحس انه مقيد من الناحية العاطفية عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب او الشريك تغيرات باساسات باساسات حياته ممكن يكون باساسات عائلته ممكن يكون ايضا في مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية ايضا هالشخص متحفظ على مشاعره وممكن يكون ايضا متحفظ من الناحية المادية للبعض منكم للبعض منكم ممكن يكون فقط التحفظ من يعني من الناحية العاطفية هالشخص في كتير اشيه بيحس فيها مش عم يحكي فيها عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله وبيفضل بيفضل كتمان مشاعره وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته او عن جميع ما بيحس فيها الشخص عم شوفه ايضا شخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن يكون برج ناري لانه مندفع بخطواته بيحب دائما يتقدم الى الامام ممكن يكون هالشخص ايضا شوي متهور انت بتشوف ايضا ان هالشخص بيخبي كتير دمون كارد هالكارد بيحكي عن الجانب الاخر للحقائق فممكن هالشخص عم يخبي او هو عم يكون متحفظ باشية معينة ممكن للبعض منكم برج الجدي ممكن يكون هالشخص متحفظ على انه يحكي معك او يصارحك على وضعه المادي عم شوفه ايضا مركز على روحانياته ممكن ايضا عم بتعامل مع برج العذراء لانه الكارد بتبق برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي فيه طريق لوحدون لانه عم شوفه ايضا عم يبحث عن اشي في الظلمة او عم يبحث عن اشي في الظلم ممكن عم يحاول يكشف السر ايضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد او عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب سوشال ميديا تبعك لحتى يعرف اشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة له بمثابة تنوير او بمثابة انه اكتشف السر من نوع اما او اشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون الوحدة من الاسباب او من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الاسباب اللي مرت بينكم اللي ادت الى خلل بالعلاقة او الى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم او ممكن انتم الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام او بالارتباط بتحبوا الوايلد او بتحب انك تكون فري بتحبوا انتم الاثنين انكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحب انك ما بتحبوا انكم تنربطوا باشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا انه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم او صار كتير فيها البعض منكم يعني انتم الطرفين مش مستعدين لانكم تاخد خطوة للامام او تطور العلاقة بينكم اكتر ايضا عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير في منافسة منافسة وكأنه يعني انت وهو بتك تشوف او بتكم انت او هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة او انت اللي تكون متحكم بازمام الامور فواحدة من الاسباب المشاكل بينكم انه انتو الاثنين بتحبوا انكم تكونوا مسيطرين على هالامور وفي عندكم نظرة حادة باتخاذ القرارات بالعلاقة يعني اذا صار في اي اذا صار في بينكم اي اشي مش عم يمشي بالطريقة اللي انت بدك اياها او مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده اياها يصير فيه مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما في مرونة ما عم شوف في مرونة بينكم ايضا عم شوف انه بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب او لما يكون فيها شدة عم شوف اغلبكم اه متل كأنه بيختار يبعد انتو هو بتختارو انه تبعدو او تنفصلو عن بعض او اللي حتى تتجنبو يعني وجع الرأس مثلا للبعض منكم لانه عم شوف العلاقة بينكم ماشي ب استركتر معين او طريق معين نظام معين والنظام اللي الغالبية منكم رح يكون تقليدي لانه هالشخص شخص تقليدي وايضا الطاقة بينكم بطيئة يعني عم شوف الاغلبية منكم مع انكم بعلاقة ولكن في حدود بينكم وبين هالشخص في دائما بعد في دائما دستنس يعني معينكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم اه كتير مع بعض دائما في مساحة بينكم لانه نظرتكم الى العلاقة كتير اه اه تقليدية ممكن ايضا البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف انه ما بده يستثمر او ما بده يحط مجهود الا لو كان مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلا خطوبة او زواج اشي رسمي لانه هاي ورقة الزواج او ارتباط رسمي يعني فممكن في طرف منكم بيشوف انه هو ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة وهو مش مش شايف يعني اي نهاية في العلاقة هاي او النهاية بينكم اه غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل اه عم شوفك لسه عم تفكي لسه عم في عندك مشاعر بالحزن من ناحية العاطفية لسه متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عنها الحبيب او عنها الشريك ولكن هم شوفك بدك تحاول انه تشافي حالك من الناحية العاطفية لانه عندك temperance card فانت هم شوفك رح تهتم اكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي ايضا ام شوف في شخص بحياتك اه ممكن تكون قابلته او ممكن رح تقابله رح تحس بالرضى النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بانه هو الشخص الافضل للك ممكن يكون نفس هالشخص او ممكن يكون شخص جديد شخص اخر بحياتك بيختلف من شخص الى اخر ولكن عم شوف انه انت في شخص بحياتك رح تفتح له قلبك ايضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لانه عندك two of ones و two of swords فرح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لانه رح يكون في عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد او بيختلف يعني من شخص الى اخر عم يشوف ايضا من الناحية المادية وضعك رح يكون افضل بالمستقبل او الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في انه وضعك المادي يزتهر اكتر ممكن يكون فيه تعاون ايضا من الناحية المادية ولكن رح توصل الى مرحلة من الاكتمال يعني او اكتمال منه عندنا طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل او طاقة الشريك عم نشوفه مركز اكتر على جسدياته هالشخص ممكن ممكن هو فيه عنده مهنة تطلب مجهود جسدي او ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى انه يتمرن عم شوفه عم يحاول يكون راضي اكتر على مظهره الخارجي او بالمستقبل رح يركز اكتر على كيف انه يحسن من مظهره الخارجي لانه عم شوف انه فيه عنده شوي مخاوف او شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص ايضا عم شوفه عم شوف فيه عنده عروض حب رح تقدم له هالشخص وفيه هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم له كتير عروض حب ولكن عم شوف انه هو طريقة تحليله وطريقة تفكيره للامور وطريقة حكمه للامور او حتى الاشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية او رح تكون متوازنة مش عم شوفه يعني بينجرف باشي اكتر من اشي معين ايضا طاقته رح تكون بطيقة في المستقبل لانه هو في وضع أو في وضع المراقبة يعني جميع الاشي اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد او عم يحاول يفهمها عم شوف انه هو من الناحية العاطفية راضي او رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي لانه الكروت اللي طلعت هون يعني واحدة بها السايد وواحدة بها السايد يعني مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير او يتغير مزاجه كتير لانه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من اخذ القرار ومتناقض ايضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لانه متناقض ممكن يكون لانه ما وصل الى الكونكلوجين او ما وصل الى الحل او الاستنتاج اللي هو بده اياه او الجواب اللي هو عم يبحث عنه اوكي فبدنا نشوف تعقدكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم سايكلز يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل لانه السايكلز يعني مثل العجلة رح تضل الدور دور الدور فمرات رح يكون الوضع بينكم منيح مرات رح يكون الوضع بينكم مش كتير منيح فانت وهو بدكم تتعودوا على انه طبيعة كل علاقة هيك طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك انه هي بتتحرك دائما مش دائما تضل على نفس الرذم او نفس الخط او نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن كومبليشن او عن اكتمال من اشي معين فامشوف انه في عندكم اكتمال دورات كتير او ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه والسولميت او في عندكم دروس كتيره لازم تتعلموها من بعض عمشوف انتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لانه عندك six of cups يعني بتحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين الى شخص بالماضي فبما انه هالطاقة مشتركة انتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي عمشوف في عندك the world و death card فهال ثلاثة واربعة بهسة فقط اربع وراقب تحكي عن تغيرات جذرية اكتمال كارما بينك وبينها الشخص تصفية حسابات او دروس لازم تتعلمها بالحياة مع هالشخص فانتو هو مع بعض يعني انتو هو بعلاقة مع بعض من اجل انه تتعلموا دروس من بعض لانه هون تغيرات جذرية بشخصيتك وبشخصيته ايضا يعني هالشخص او انتو مع بعض عمشوف لانه هون في عندك بالماضي او مش بالماضي بالطاقة الحالية حكيت لك انه الوضع او ال structure بينكم تقليدي كتير ولكن هون ما عمشوف اي اشي تقليدي عمشوف مرونة كتير فبالغالبية انتو هالشخص ممكن تكونوا كتير مختلفين عن بعض بنمط الحياة بالشخصية بما هو مقبول وما هو مش مقبول بالنسبة لالك او بالنسبة لاله وعمشوف انه في عندك مرونة اكتر انك تتقبل هالشخص وتتقبل طبيعته وهو ايضا والعكس صحيح انه هو بيتقبل ايضا طبيعة شخصيتك وطبيعة العلاقة فعمشوف مرونة اكتر تفهم اكتر للوضع لانه بالمستقبل انته وهو رح تساعدوا بعض انه شوي تنضجوا او رح يصير بينكم الاثنين نضج من الناحية العقلية من الناحية في فهم اكبر رح يصير بينك وبينها الشخص فبالمستقبل فبالمستقبل ايضا عمشوف في عرض حب بينكم ففي البعض منكم المنفصلين في رجوع البعض منكم ممكن يكون مش رجوع ولكن في نوع من الحديث رح يصير بينكم وفي نوع من التواصل رح يصير بينكم لانه في عندك نايت اوف كوبس وبما انه في اشتياق للماضي فبتوقع ايضا رح يصير للاغلبية منكم رجوع مع هالشخص ممكن اللي منفصلين حاليا تكون هاي هي الكارما او هاي هي الدورة السايكل اللي لازم تمروا فيها لحتى تفهموا اشي معينة بالعلاقة اوكي حباي ببرجة الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايم ان شاء الله رح جوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا